جمعية الصفة الخيرية الإنسانية هي جمعية تنفذ برامج تدريبية وثوعوية وتعليمية وتعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقوم بمشاريع إنسانية عديدة مثل كفالة الأيتام وبناء دور الرعاية والمساجد والمدارس وتدريب الأيد العاملة على المهن التطبيقية كالخياطة وغيرها الحديث أكثر حول هذه الجمعية وأتشطتها الإنسانية نرحب بشيخ محمد عبد الرحمن الشايع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفة الخيرية الإنسانية حياك الله معنا يهلا ومرحب فيكم وأنا سعيد أني ألتقي وإياكم وأحيي المشاهد الكريم حياك الله شيخ محمد في البداية ودنا نعرف أستاذ المشاهدين ونعطيهم النبذة التعريفية عن جمعية الصفة الخيرية الإنسانية جمعية الصفة الخيرية الإنسانية أو شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جمعية الصفاء الخيرية الإنسانية قبل لا نشهر الجمعية بتقريبا 11 سنة كنا نشتغل أنا وإخواني داخل جمهورية قرقيزية ونشتغل شغلات بسيطة بناء المساجد مساعدة الفقراء والمساكين حفر آبار شوي شوي إلي ما شاء الله كبرت الجمعية بعد ذلك أشهرنا الجمعية سنة 2016 شهر 5 وأحب أحيي أختي الفاضلة هند الصبيح اللي كان لها دور كبير في أشهار الجمعية أيضا وزارة خارجية اعتراف وزارة خارجية في مكتبنا في جمهورية قرقيزستان هذه الجمعية بدأنا فيها في 2016 وعملنا عمل منظم داخل هذه الجمعية جميلة شيخ محمد كلمنا عن عملكم في جمهورية قرقيزية وشلون دخلتوا هذه الدولة وعلى شنو تركزون مثل ما قلت لكم قبل شوي أننا بدأنا قبل 11 سنة داخل هذه الجمهورية وبدأنا شوي شوي الآن أشهرنا هذه الجمعية وفتحنا جمعية داخل الكويت مركز لنا ومركز أيضا في جمهورية قرقيزستان بدأنا كانت أول عمل لي داخل هذه الجمعية زيارة دار أيتام ألح علي واحد هناك قال لي إلا نروح دار الأيتام وروح الدار الأيتام وكان شهر 12 وكان الجو ثلج وكانت درجة الحرارة 20 تحت الصفر ويوم دخلت دار الأيتام لقيت الأطفال صافين دور تحت الثلج وتحتهم ثلج وكانوا ينتظروني إليه وصلت لهم وقفت عندهم وقلت لهم إن شاء الله من ضمن الكلام طبعا كلام طيون لكن من ضمن الكلام قلت لهم بإذن الله تعالى ما رح تحتاجون لأي أحد إلا الله عز وجل ثم إحنا إن شاء الله رح نكون إذينكم اليمين طلعت من هذه الدار ما عندي ولا دولار لكن الله سبحانه وتعالى فتح علينا وعلى الأيتام بسبب أخواني وأخواتي المتبرعين نعم يمكن لاحظنا والجميع لاحظ بأن تركزون في هذه الجمعية على الأرامل والأيتام لماذا شيخ محمد هل لهم بحاجة ماسة للمساعدة هناك خصوصا في قرقيزية بعد أنا ما زرت هذه الدار وجدت حالتهم سيئة وكسيفة تبنيت تبنيت الأيتام وحاولت أني يعني كل جهدي يكون للأيتام وبفضل الله عز وجل اليوم عندنا سبع دور أيتام زاء الدارين إن شاء الله قريب نفتتحهم ومدرسة دار أيتام هذولي عشر دور أيتام بالنسبة لي الأرامل الأرامل هناك كثر منهم المطلقات ومنهم أيضا اللي زوجها تركها ومشوخلاها وبسبب الفقر ما يقدر يرعى الأطفال فهناك الأرامل والأيتام عدد كبير اليوم عندنا إحنا 2000 تقريبا و300 أو 400 يتيم نرعاهم وعندنا أكثر من 700 أرمال أيضا مكفولين داخل هذه الجمهورية فالناس فعلا بحاجة لمن يقف معهم يعني أنا أذكر مرة من المرات رحت أزور الأرامل فزرت أرملة من الأرامل داخل مدرسة من أيام الاتحاد السوفيتي فدخلت عليها وشفت هيوية أطفالها ولما تحدثت معاها خلال دقيقتين التفت على المترجم أو المديرنا في قرقيزيا قلت له من غير شعور لأني أحسيت في البرد حقيقة قلت له أحمد تغير لي غرفتها هذه غدا نتغير لي الغرفة وصممت عليه لأني أحسيت في البرد برودة برد شديد فصل مدرسة سيئ الماء ينقلونه بسطول يبونه من بعيد تيبة حق أطفالها والحمد لله يعني احنا انتهينا من زيارة الأرامل الساعة عشر والليل قال لي محمد الحمد لله بدلنا غرفتها وأجرنا لها مكان دافئ هي أطفالها فيعني مثل هذولي الأرامل فعلا بحاجة واليوم الحمد لله احنا داخل الكويت داخل بلد معطاء بلد يحب الخير بلد فيه شعب يعني طيب وعاطفي ويحب ان يساهم بأي مشروع من المشاريع والحمد لله رب العالمين اليوم الناس كثر تبي تساهم وتتصدق على الأرامل والأيتام نعم الله يجزاكم كل خير ان شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم شيخ محمد قعدتوا في قرغيزية رحلتكم الأخيرة شهرين نعم شون أبرز الإنجازات خلال الشهرين بفضل الله عز وجل ثم بفضل المساهمين وأنا أكرر المتبرعين جزاهم الله خير وثقتهم في جمعيتنا افتتحنا أربع مستشفيات وافتتحنا عدة مستوصفات وافتتحنا عدة شبكات يعني اللي افتتحت من المشاريع أكثر من 100 مشروع داخل هذه الجمهورية 100 مشروع حقيقة شيء مو بسيط 100 مشروع يعني يحتاج لوقت طويل الدور داخل هذه الجمهورية رحت من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بالسيارة وأخذت يعني عدة ساعات إلى أن وصلت الأماكن تقريبا مدة أسبوع كامل وأنا أفتتح هذه المشاريع داخل هذه الجمهورية اليوم المتبرع شوني يبي المتبرع يبي أحد ينفذ له بسرعة يبي يكون البناء على أحدث طراز يبي أن هذا البناء يستمر إلى سنين طويلة فبفضل الله عز وجل ثم بفضل عندنا الإدارة التنفيذية داخل المكتب اللي هناك حريصة على كل هذه الشروط وأيضا احتياج البناء لمستشفيات وغيرها نعم نحن قاعدين نشوف ما شاء الله التصوير للافتتاحات اللي تمت هناك في غرقيزيا ما شاء الله أعتقد هذا المستشفى مستشفى النساء والولادة نعم نعم يعني احنا حرصنا على النساء والولادة حقيقة لأنه ما عندهم عندهم مستشفيات متهالكة متهالكة فافتتحنا قبل سنة ونص مستشفى النساء والولادة يعني تقرير قبل كم يوم من سنة ونص إلى اليوم المواليد أكثر من ثلاث تالاف مولود اللي نولده هناك أيضا علاج أكثر من خمسمائة مولود تعالجوا في هذا المستشفى التقرير يقول والأمهات اللي تقول تقول أنا واحدة هي 860 كيلو للمستشفى هذا لأنه مستشفى يعني عاقي وفيه معدات حديثة واستفدت من هذا المستشفى وفعلا ارتحت وهذه الولادة من هي أول ولادة لكن هذه الولادة اللي ارتحت فيها الله يتزاكم خير يمكن من خلال مشاهدتنا للقطات نشوف إشرافكم على تنفيذ المشاريع يمكن هذا شيء تميزته فيه الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم على أمانتهم راعون هذه أمانة والذين لأمانتهم راعون هذه أمانة أمانة أمن فيها المتبرع فالواحد لا أقول لا يتكل لكن الحمد لله لدينا إدارة قوية هناك وهنا أيضا المتابعة من قبل مكتبنا اللي داخل الكويت أيضا المشاريع أيضا يتابعون اللي هناك لكن بطبعي أحب أني أروح وبنفسي أشرف على البناء وأشرف على مكتبنا هناك وأشرف على الافتتاحات كلها ليطمئن المتبرع أنه فعلا المشروع اللي عمله راح بمكانه فأحب أني أطمن المتبرع أنه فعلا المشروع اللي عمله هو في مكانه وبيأمس الحاجة للناس المتواجدين هناك شيخ محمد أنت قاعد تتكلم يعني نبرة الصوت فيها ويد تأثر واضح أن هذا للناس بوسطاء وفعلا محتاجين إلى المساعدة إن شاء الله يتكون يعني مساعداتكم يعني لها أثر واضح في حياتهم يريد تذكر لنا بعض المواقف اللي أثرت فيك شخصيا والله أنت أنا ماسك نفسي ما بيأبتش حقيقة لكن فعلا يعني أنا مررت على ناس كثر من الأرامل طبعا إحنا عندنا بيوت أرامل افتتحنا أكثر من 400 بيت أرملة هناك وعندنا أيضا إن شاء الله خلال السنة هذه راح نفتتح أيضا 400 بيت للأرامل وإحناك وزارة الشؤون تعطينا ملفات الأرامل وبعد ما يدقق فيها مكتبنا هناك أنا بنفسي أروح لأرملة أرملة أمر عليها في البيت اللي هي ساكنة فيه والبيت لما أقول البيت هو غرفة طين يدخلها البرد من كل مكان في الشتاء والحر في الصيف والله في بعض الأماكن أني ما أقدر أقعد داخل هذه الغرفة الباردة فلج داخل هذه الغرفة شلون انت حملين؟ ما أدري أطفال صغار أرملة يكفي إنها قاعدة تحاتي تحاتي الأطفال الصغار الأيتام فما بالكم إذا كانت الغرفة أيضا باردة فبنينا هذه البيوت بفضل الله عز وجل ثم بفضل المتبرع جزاه الله خير متبرعه للدفع وهو المتبرعين أيضا يأتون معنا إلى قرقزة ويفتتحون مشاريعهم بأنفسهم هذا شيء طيب أيضا المسؤولين هناك داخل الجمهورية يكونوا معنا في الافتتاحات داخل هذه الجمهورية البيوت هذه تكون من غرفتين وصالة ومطبخ وانتوا بكرامة حمام يعني لما أقول حمام ترى شيء مهم الحمام عندهم لأن الغرفة اللي يسكنونها يبعد الحمام عنهم من 20 إلى 30 متر من 20 إلى 30 متر تصوروا الطفل لما يروحوا الحمام بارد فلج فالأرملة فعلا بحاجة لهذا البيت اللي هي تسكنه ومرة من المرات أول بيت وزعته أنا رحت دخلت على الأرملة قبل لا أقول لها وبشرها أن عندنا بيت رح نبنيلج فلما بشرتها تساقطت دموعها فعلا تقول كنت أحاتي بناتي لما أموت وين يروحون عندها ثلاث بنات الله حفظهم تقول وين يروحون هذول البنات شا سووا فيهم لكن اليوم أنتوا أمنتوا للبنات وأنا شاهدت فعلا من خلال زياراتي للأرامل لما نسلمهم البيوت يعني أول شيء أنا أبشر المتبرع أن يلتزمون بالصلاة هذا أهم شيء هذا هناك يلتزمون بالصلاة يحافظون على تربية أبنائهم يدرسون عدل عندهم مكان يسكنونه ما تحاطي الأرملة آخر الشهر أنها تدفع لها اللي تاخذ من الحكومة تاخذ من الحكومة ثلاثة أربعة ألاف سوم يعادل اثنى عشر أو أربعة عشر دينار إيجار لهذه الغرفة اللي هي تسكنها ما تحاطي هذا الشيء اليوم أمنت على نفسها أمنت على أبنائها واحدة من الأرامل وبعجالة مرة من المرات دخلت عليها بشوف شنو حاجتها بعد ما وزعنا البيت عليهم تكلمت بأربع كلمات وبكت وهي تتكلم قلت شفيها تقول أخاف أني أكون في حلم تقول أخاف أني أكون في حلم وأصحى ما ألقى هذا البيت فشيء فعلا يعني شيء مؤثر جدا مؤثر إن 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 شاهد هؤلاء الأرامل بهذه الحالة وبهذا السكن اللي هم يسكنونه أيضا أعطيكم مرة من المرات أنا دخلت على أرملة قبل لا أوزع البيت وسألت البنات قلت لهم شنو تحتاجون واحدة منهم قالت تحتاج غسالة كان برد قلت لها هيش طلبتي غسالة قالت لأني أنا المسؤولة على الغسيل داخل البيت عنده أربع بنات وست بناتهم أنا المسؤولة عن الغسيل الأخيرة والبنت الكبيرة عمرها كان ستة عشر سبعة عشر سنة قالت بكت قامت تبكي قالت ما بي شيء أبي عالج أمي قلت لها أمك علينا احنا نعالجها ما في مشكلة شنو تبين قلت بس أبي عالج أمي آخر شيء طلبت قالت أبي ملابس للمدرسة وبي قرطاسية علشان أدرس في المدرسة حالي حال الناس قلت لحق المشرف اللي عندنا قلت أعطوا الأرملة العلاج قيمة العلاج وكفالة شهرية بشرط أن الأرملة ما تشتغل تقعد عند بناتها والحمد لله وزعنا عليها البيت بعد فترة بعد ستة شهور بعد ما بنيني البيت وسكنت بالبيت ومرت عليها تقريبا مرتين أو ثلاث مرات فعلا عيد عندهم هذه الغرفتين اللي ما بالعين شيء ولما بنينها أول بيت بنيته سألت المدير التنفيذي قلت له كأنه فشلة هذا البيت يعني غرفتين قال لي محمد ما يسكنها أكبر واحدة لا يسكنونها شيخ محمد أحين اللي قاعد يسمعنا نعم وحاب أنه يتبرع للأرامل يمكن سؤال يا لنا من الخارج يسألون عن تكلفة البيت البيت 4250 يشمل البيت يشمل الأثاث اللي داخل من المطبخ من ثلاجة من غسالة من شولة من أسرة للبنات والأولاد الصالة التدفئة كل شيء داخل البيت يكون جاهز زائد الممرات غار بين البيوت الكهرباء الماء توصيل الماء كلها هذا 4250 دينار طبعا نين عن الله يزاكم خير وفي ميزان أعمالكم يا رب إن شاء الله كل شكر لك ما في أجمل أن الإنسان يكون سبب في سعادة الآخرين عبدالله تسمعوا لي بس دقيقتين الله يبارك خذ راحتك شيخ محمد كلمة أنا أريد أن أبين للمشاهد الكريم أن آخر الدنيا نهاية وفي حديث عظيم وهو حديث الشفاعة حديث الشفاعة هذا لما نقف في المحشر الأمة كلها تذهب إلى يبون توسطون عند أحد الأنبياء أو الرسل عشان يشفع لهم اللي بالنار يروحون النار واللي بالجنة يروح الجنة لأن الشمس تبنو على رؤوس الخلائق مقدار ميل فيصب العرق منهم طبعا العرق يصل إلى من يغطيهم نعم يذهبون إلى آدم وإلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وآخر شيء محمد فيشفع لهم فيشفع لهم اللي بقوله أن الله سبحانه وتعالى يظلهم تحذل عرشة متى لما الإنسان يتصدق حتى لوه بدينار يخف عليه هذا الموقف يكون تحذل عرش الله عز وجل شكر لكم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم شكرا جزيلا كان معنا الشيخ محمد عبد الحمان الشايع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفة الخيرية الإنسانية مشاهدين فاصل ورح نرجع لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا